السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا جوابا على أسئلة الفقهية قضية سجود الشكر هذه نعمة عظيمة من أوتي سجود الشكر رأى واحد أوتيها خيرا كثيرا كي كل إنسان أعطى الله واحد نعمة نجح في الامتحان أو دخل في واحد مشروع تجاري وربح فيه ربحا طيبة أو أنه در أي حاجة في الحياة دياله وربيه وفقه هذه نعمة لابد هذه النعمة نشكره عليها كي يقولها باللفظ كي يقول الحمد لله والشكر الله باللفظي وكي يدرى بالمعنى أنه يتصدق يعمل حسنة ويحدث بها الخير وأما بنعمة ربك فحدث كي يقول ربي كرمني الحمد لله والشكر له أعطاني وكرمني ما يتشكاش حد ناس كيتشكاهم الله الكثير كي يشكون الخالق للمخلوقين شوف ربي أجدني شوف قد ترى علي رزقي شوف ربي مردني شوف ربي فرق منتنا أعود باللفظة الرجم أتشكو الخالق للمخلوقين والعيد بالله لا المؤمنون كي يشكر الله للنعم شوف ربي شعطاني حمل الخير ما كنت أظن أن أصل إلى هذا المقام فأوصلني إليه وربي وعدنا ولئن شكرتم لأزيذنكم الشكر يكون باللسان يكون بالحال يكون بالصدقة والعطاء والإكرام ملكي فرح الإنسان كي يشكر الله تعالى بالعطاء كيمددوا الخير كيف ربي يعطاني نعطي وكان الصالحون في الأدين كلها في الأدين كلها ملكي يعطيهم ربك كيخرجوا العشار كيخرجوا العطاء وكين من عظمة الشكر هي سجود الشكر وهو أن الإنسان ينحان إلى الأرض ويسجد لله تعالى ويشكره شكرا عظيمة هذه الحالة نشوفها بعد مرات كثيرا في الملاعب الرياضية ملكي يكون شي فارق رياضي يلعب وشي هدف أرمى الكورة ومشت مع الحظ وسجل الإصابة كدقى من قوة إيمانه يسجد لله تعالى سجود الشكر أمام مرأة الملايين هذه نعمة ودعوة إلى الله كنوصي الأحبة دينا اللاعبين في الفرق الرياضي المتنوعة حينما يسجد الإصابة يشكر لله تعالى ونسك نظر لي كلهم لوحة إشهارية إيمانية ربانية معبرة لك فيها أجر وتواب عظيم تعلم الناس سجدة الشكر فهذه السجدة ما فيهاش شروط دي القبلة يعني أينما وليتم فثم وجه الله سجد شرقا غربا بحرا بحال بحال وليس من شروطها الوضوء مش بدا تكون متوضى وخد تكون منتقد للوضوء وليس شروطها دخل وقت ما في وقت أي وقت في أي وقت ممكن أشكر الله تعالى سجد الشكر وربي وعدنا بماذا وعد قال وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الخير يتضفق عليك فانتعلموا أيها الأحباب الكرام شكرني عنه رهى واحد الباب عظيم من أبواب الخير من نسلك يقلبك يقولك أنا ما عندي ظهر أنا عندي العكوسات وعندي الموانيع والأبواب مغلقة رهى طريقة سهلة باش تكون من المناعمين في الأرض هناك المناعمون في الأرض وياكلين شاربين مبرعين منين جابوا الدخير كله جابوا من شكر لله نتعلموا في المعطنة مولانا والأجين شكر الله تعالى سجد شكر نتوضع ونستقبل القبلة ونسجد لله واحدة جدا عظيمة وسترون عجائب قدرة الله المزيد من الخير والبركة للا خديجة بالنسبة للباس الذي فيه حيوانات هو الرسم ما فيه حرج الرسم الممنوع هو الرسم اللي كان أيام زمان عند مشركي قريش كيرسموا صور يتخذونها آلهة كيرك يرسم حيوانات طيور خيول دواب وتتخذوا كعبادة لله هذه طبعا محرمة لكن الرسم العادي ما فيش إحاءات دل العقيدة ودل العبادة فهو أمر مباح ذلك فن الفنون لكن اللي منهي عنه هو أننا أثناء الصلاة أن الإنسان سيخشع إلى بثل أمام صور فيها فيها هذه الرسوم قد ينظر إليها ويتأمل ويضيع خشوعه وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي الكريم توب جاءه من اليمن فيه رسوم فيه طيور وفيه مزركش فاستعملته أمنا عائشة رضي الله عنها زوجته استعملته في الضبحة الخامية فلما أرد النبي الكريم أن يصلي انشغل بالصور فلما فرغ من صلاته قال يا عائشة قال أزل عني هذا الثوب قال لا تزال الصور تتبتل إلي في دهني وأنا أصلي ماذا صلت بأمنا عائشة ذلك الثوب كان خامية ردتوا مخاد وأصبحوا يتكئون عليه ويجلسون عليه فهو أمر مباح لكن نحضر فقط للصلاة حتى نخشع بأمر الله تعالى وأسأل الله الكريم أن يسعدكم للا خديجة وتحية كبيرا لكل أفراد العائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا للا برك الله فيك ما هي بلا تسلحة السلحة بيتك عافك دائلية مع أخي وابلينا واحدة عامين عجرة كنت حضرت معك نهار جنة بك زين عاليفات إياه بنتي واما يمغادين بذلك عمرتو تقدر معك واخا واخا بنتي محبة وبغيتك سلحة الله موالدين بيتنسولك على سجدات الشكر نعم عشنا هو رفض دياله إياه لله وبغيتك بالنسبة للحواجهة اللي فيهم فالهات البيجامات اللي فيهم تشجل الحيوانات واش دايزين الصلاة ولا لا واخا بإن الله بنتي الله موالدين بيتنسلحة شكرا لك للا خديجة مارك الله وفيك نسول الأخ تفضلي لا 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 ألو نقطع الخط معديرة بغيت نسوله الزوجة ديالأخ ديالك نسمعه لها للأسف نقطع الخط ولكن على كل حال الغائب عذره معه كنا بغى نعرفه وربما فين غاب هاد الشاب والمدة اللي غابها ونتعرفه على الملامح دياله لعله لعله شي واحد كانو كن متغيبين لعله شي واحد من المستمعين والمستمعات ربما قد يصادفه قد يطلع على بعض أحواله وقد يفيدنا فنتمنى مرة أخرى للا خديجة انك توصل معنا باش نعرف المعلومات على هاد الشاب فين غبر صفة دياله المدة على من اللي بينا له لعله وعسى شو واحد من الصالحين يعرفوه او يجبنى الأخبار دياله ويبلغنوا ونبلغوكم ونكونوا سعداء بلمي الشمل على كل حال هذه كلها غير وسائل وسائل مساعدة للوصول والتواصل بين الأحبة وإلا وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير احنا كباشار كندلوا الأسباب لكن لنا رب يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب ملك التقطع بين السبول ما كنخافوا ما كنحزنوا ما كندخلوا في اكتئاب ما نقلوا ممتناري أي أبدا اشكا نقولوا يا ربنا نحن بين يديك أنقذنا أغيتنا او ربي عز وجل لك يجيب الفرج المتغيب للا خديجة إذا غاب كن توضى وكنصلي واحدة ركعتين ثم كنرفع دي السماء وكنقول قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير ربك يجمع الشمل مع الأحبة كنخلوا ونعودها وكنخل قول الله تعالى نداء الغائب له غيب كنندع ليه أنا ما عندي صوت أنا ما عندي وسائل تواصل أنا ما عندي راديو أو كاميرا أو تلفاز أو فضائية لا لكن عندي مدى جنود الرحمن الله تعالى عنده جنود السماوات والأرض كنقول أينما تكون ويات بكم الله جميعا أينما تكون ويات بكم الله جميعا كنستعن بالله بقوله سبحانه وكنقلت الآية وربي عز وجل كي يسخر الملائكة السماء وجنود الأرض وفي مكنة الغائب كي يحضر ثم أقرأ سورة الضحى اللي تلفت ليش حاجة كي يرى سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال نهائيا ما تخافش ربي ما ودعك وما قال إنك بأعيننا وربي عز وجل الحاجة التلفى والحاجة المضرة والحاجة الغيبة كتحضر واتشير مجرب يا ما عشنا معه أناس كانوا كيقلبوا على الشيء ما تعضع لهم أو أحد الأقرباء دي لهم خرج ولم يعود وكان بؤس شديد وتواصلوا مع قناوات فضائية وتواصلوا مع رجال الأمن ومع مخافر الشرطة وقلبوا مع جميات المجتمع المدني وللأسف ملقوا شيء أترب لكن حينما استغاثوا بالله ودعوا المولى عز وجل في جوف الليل ربنا عنده إنك بأعيننا ركلش بعين الله ربي عارفوا فينكين الآن اللحظة اللحظة ربنا عارف حاله وفينكين يأتيك به سبحانه وتعالى ويخلق الأسباب والمسببات فنسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد بحاء قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله يجمع كل من خرج ولم يعد وكل من سعن أهله ودويه وأحبابه اللهم رد إليهم ردا جميلا اللهم بحاء قولك وهو على جمعهم إذا يشاء قدير اجمع يا ربنا بين كل حبيب وقريب اجمع بينهم قريبة لأن خديجة الله يفرحكم ويسعدكم جل جلاله باللقاء وجم الشمل في القريب العاجل آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله